يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم انطلقت دوري المصري الممتياز رسميا موسم 2023-2024 بمواجهة جامعة طلاع الجيش مع البنك الاهلي المباراة كان ليه البنك الاهلي الأفضلية فيها في الشوت الأول كان الأخطر كان الأكثر استحوازا على الكرة ولكن طلاع الجيش بتغييرات رائعة جدا من الكابتن عبد الحميد بسيوني قدر يسيطر على الشوت الثاني على مستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة أيضا طلاع الجيش كان افتتح نتيجة هذه المباراة بهدف أول كان هدف رائع جدا وجميل ليسري وحيد في ديئة 63 وبعد كده عبد الرحمن شيكا سجل الهدف الثاني في ديئة 87 دي الأهداف أمام حضراتكم طلاع الجيش بشكل عام لعب مباراة محترمة يسري وحيد زي ما تلكم سجل الهدف الأول في ديئة 63 وخد لقب أول أهداف الدوري هذا الموسم وبعد كده عبد الرحمن شيكا اختتم الهداف أو الهدفين بالهدف الثاني في ديئة 87 أول هدف أمام حضراتكم قبل الهدف ده كان فيه كرة حلوة أو الكريم بامبو كمان يعني دابل كيك كان حلوة أوي 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 ارتطم في العرضة كان هيبقى أحلى أهداف الدوري من بدايته كده بص بص الحلوة بص الحلوة ينهر بيض على الجمال هنعيدها تاني نعيدها تاني كان يبقى حلوة أوي الدوري يبدأ بهدف جميل زي ده حلوة أوي بص الزوالي خطيرة خطيرة زي ما قلت لكم الدوري انطلق الدوري بدأ المباراة الأولى حلوة المباراة الأولى ممتعة فيها شغل وفيها جاهزية للفرقتين النهاردة ببنك العالي وهي طلع الجيش كانوا جاهزين بشكل كبير جدا رغم من بداية الموسم بكرة إن شاء الله مواجهة كبيرة بين الأهل والنصري حلوة أوي حلوة أوي مبدئيا احنا لسه مش شفناش حاجة بس يعني إن شاء الله هتبقى حلوة مصري عنده صفقات محترمة جدا معهم مدرب جديد هو الكابتن علي ماهر النادي الأقل يحدث ولا حرج وبطولات عظيمة الموسم الماضي سيخسر بطولة لسه من أيام كاس السوبة الأفريقي ولكن الخسارة دي ممكن تبقى حافظ دي في هذه المواجهة إنه ينطلق بشكل قوي جدا في بداية الدوري يكونوا حامل لقب البطولة لكن المصري مش منافس سهل خالص زدوا الإسماعيلي هي مواجهة أخرى ممتعة جدا زد بصفقات أيضا رائعة جدا أي نعم أكيد نقصهم لانسجام عشان عدد كبير من الصفقات بس داخل بقوة كبيرة الإسماعيلي بلا صفقات مع وقف القيد ولكن الإسماعيلي مع الكابتن إيهاب جلال يطمح إنه يظهر بشكل أحسن أكيد من التلت مواسم اللي فاته نفسنا نشوف الإسماعيلي راجع بشكل أفضل على الأل على مستوى الأداء والنتيجة للي يتفوق غدا إن شاء الله سواء زد أو الإسماعيلي ده فيما يخص بداية الدوري المصري الممتز